السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد وفي وصفة جديدة على قناتي يوم ان شاء الله غد نحضر معكم اسهل واروع وقلد حلوة لشرب الشاي حلوة تقليدية حلوة زمان او حلوة المراشم كالجبنينة ومقادير ديلها بسيطة وسهلة في التحضير غنحتاج لها في المقادير البيضات يكونوا بحرارة المطبخ عندي قشور ديال الليموناء كبيرة محكوكا هنحتاج جوج معلق كبار ديال الزنجلان او السيمسيم اللي حمرتو شوية في المقلاة ضروري يتحمر باش يعتديك القرمشة وديك اللدة في الحلوة وعندي كاس ديال الزيت نباتية كاس ديال السكر جوج اكياس ديال السكر منسم بالفانيلا وعندي جوج اكياس ديال الخامير الكيموية من وزن 7 جرام لوحدة يعني في المجموع 17 جرام 14 جرام عفوان وعندي الدقيق حسب الخاليط طريقة سهلة جدا ونحتاج لهاد المراشم ودائما المراشم كيبقى على الحساب اللي عندكم توفر انا عندي هاد نستعمل هاد ثلاثة طريقة سهلة جدا غادي ناخد اناء غادي نوضع فيه البيض هاد الحلوة سهلة والصراحة كتجلديدة مقرم شوه شيشة مع الادافة ديال هاد الزيت نجلان كيعطيه واحد للمداق رائع ضروري كنحمروه في المقلة يعني على النار مهيلة مع تحريك المستمر حتي تحمر مزيان هاد نضيف رشة بين الملح رشة خفيفة وكاس ديال السكر دائما الحلوة كتبقى على حسب الرغبة انا استعملت كاس وما جاتش حلوة ما جاتش مستوسة يعني عادية وانضيف كاس ديال الزيت غادي نضيفه المقادر وغادي نخلط كل شيء وانضيف جوج اكياس ديال السكر منسا بالفانيلا وضفت مع هاد القشور ديال الليمون معاز نجلان صار حاجة رائعة لديدة وسهلة كيف قلت في المكونات ديالها وفي طريقة ديال التحضير اسهل منها مكاين وكتخرج تبارك الله غادي تشوفو كتخرج كمية كتيرة كنخلط جميع المكونات غير بالطراب ليداوي هنا من بعد ما خلط المكونات مزيان مع بعض غادي نضيف الزنجلان انا عندي هنا يجوج محلق كبار الزنجلان تقريبا كاس وكنخلط المكونات انا كناخد واحد الاناء وكنكوب في هاد الخاليب باش نضيف الدقيق يعني الاناء يكون كبير على هادا اللي استعملت قبل خلط فيه غير البيض والمكونات وفي نسبة الدقيق ماشي بالعبار يعني عنا ميزنة حتى نجمعو حتى نحصلو على واحد العجين كيكون رطب وفي نفس الوقت ما كيكونش جاري يعني رطب وشاد فراسو يعني ما يموت شوفو كي يجي انا غنضيف الدقيق كيكون واقف يعني العجين تكون واقف ما كيكونش جاري ولكن ضروري تكون رطبة كي تجيه شيشة وفي نفس الوقت مقرمشة غنضيف جوج اكيس ديال الخميرة الكيموية من وزن 7 جرام لوحدة 14 جرام وغادي نجمع العجين ديالنا حلوة عريقة صراحة كدي بنينة يعني كل واحد كنا كنعرفو نصوبو ولكن كل واحد والطريقة ديالو صوبتها وبغيت نشارك معاكم الطريقة ديالي والمقادير اللي كنستعمل فيها ان شاء الله تضربوها واكيد اتعجبكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة LL اقوم ذلك نجمع العجين نضيف الدقيق بعد رطب نجمع العجين و هذه القوام و في نفس الوقت واقف لكن ضروري لنقصها و قد نطلقها على الورق دائما انا كان انضيف في الملحات لم تطلق العجين والدقيق لتجيب على جوج منتجبها الملحات نحن نقوم بسطور العجين نحن نقوم بسطور العجين نحن نقوم بسطور العجين ينقوم بسطور العجين في دقائق الصراحة انا كتعجبني بزاف وهي المفضلة عندي رضي نطبع بهذا الطابع على شكل دي القلب شحال هذي قديما يعني كانوا دك طوابع اللي تكون مجموعين في مرشوم واحد دابا ما بقوش في الاسواق ولكن كانين انواع واشكال دي الطوابع اللي كيتبعوا هيدا بثلاثة ولا بواحد بواحد والطابع دائما استعملوا اي طابع دائري مربع مش بضروري يكونوا بزاف ديال الطوابع وكيف كتشوفو هادا هو السمك ديالها يعني مش رقيقه بحال صابلي ومش يغلي يده بزاف حيث كيف قلت باقي غي تضعف الحجم ديالها في الفران صافي كانوا اضعوا في سنية ديال الفران وكنستفهم شوية متبعدين باش ما يتلاسقوش مع بعض اني غي يطيبو هناك نحيد هاد العجين الزائد اللي كيف قلت قبيلا اني غي نعودو بحالو بحال عجين اول نجمعوه من بعد اني غي نكمل غي نعود نطلقوه و تعيده نهاية نهاية اني غي نحيد اني غي تلك اسم اني غي نحيد اني غي نحيد وغادي نعاود نطلق العجين ونقطع بهذا توابع بنفس الطريقة هنا اصفر بيضاء مع بعض القطرات الخل ومع القصغيرة الحليب خلطهم مع بعض وندهن بهم المرة الاولى من بعد نعاود ندهنهم المرة الثانية باش يعطينا ذاك اللون الذهبي اللامع يعني ضروري ندهنوهم وضروري ما نخلطوه اما الخل او الحليب باش يحيد لنا دك نكهة لك تكون في البيض او هما معان انا هنا يستعمل الحليب والخل كنفضلهم معان يعني بجوج حسن ساعة فيه غادي نخل الحلوة دي الفران اني كنت شعنت من قبل على درجة 180 درجة من تحت ومن فوق بالنسبة لي الفران دي لدو حتطيب مزيان وتاخد ذاك اللون الذهبي وتشوفوا الشكل النهائي كيف كتجي ان شاء الله والحلوة دي لنا كيف كتشوفوا رائعة دهبة وماشي اه غليضة بزيف كيف قلت ماشي رقيقة يعني هي الصراحة كدي شوية اشتركوا في القناة